ترك الشيخ خليفة بن زايد الانهيان ستبقى الصفحات المضيئة التي سطرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رحمه الله في سجل الاتحاد مصدر فخر واعتزاز لأبناء الإمارات كافة فمنذ أن حمل رحمه الله راية الاتحاد خلفا للمؤسس الشيخ زايد بن سلطان الانهيان رحمه الله بدأت مرحلة التمكين التي قادها سموه بكل كفاءة واقتدار لتزدهر دولة الإمارات العربية المتحدة حتى أضحت يشار إليها كأحدى الدول الأسرع تطورا والأكثر نماء في شتى المجالات على مستوى العالم مكنت قيادته الحكيمة ورؤيته السديد رحمه الله مكنت أركان الدولة وفق نهج واضح المعالم يقوم على تعزيز مبدأ دولة المؤسسات والقانون ويدفع التقدم في مسارات الإنجاز كافة خلال فترة توليه منصب رئيس الدولة والتي امتدت لثمانية عشر عاما ليكون بحق قائد التمكين لمسيرة وطنه ونهضته الحديثة أمن رحمه الله بأن بناء الأوطان لا يكون إلا ببناء الإنسان وأولى التعليم بمختلف مراحله اهتماما خاصا أثمر عن جين متمكن يرسم ملامح الريادة لبلاده في مختلف المجالات وخلال مرحلة التمكين ازدهر الاقتصاد الإماراتي محققا قفزات كبيرة تنوعت مصادر الدخل واجتذبت دولة الإمارات بما تمتلكه من ميزات تنافسية لاستثمارات ودونت اسمها في أعلى مراتب المؤشرات الاقتصادية عالميا كما امتد عمل كبريات الشركات الإماراتية ليصل إلى المنطقة والعالم وفي ظل قيادته الحكيمة رحمه الله تحققت في الدولة إنجازات كبيرة في البنية التحتية وقيمت المشروعات العملاقة في الطاقة السلمية وشهدت الإمارات نهضة عمرانية هائلة قل نظيرها وباعتباره القائد الأعلى فقد حظيت القوات المسلحة برعاية وافرة وتميزت بقدرات منتسبيها ومستوى جهزيتها وعتادها لتكون على استعداد تام للدفاع عن أمن الوطن وحماية مقدراته ومنجزاته هذا التطور الكبير واكبه فتح آفاق رحبة للارتقاء بمستوى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فعززت الإمارات من شراكاتها القائمة وتوسعت في صداقات جديدة وباتت مقصدا للزعماء والمسؤولين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية باعتبارها دولة مؤثرة إقليميا ودوليا نظير دبلوماسيتها النشطة وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ونشر وتعزيز مبادئ السلام والمحبة والتعايش ومكافحة التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وامتدت أيديها البيضاء إلى شتى أرجاء المعمورة لإغاثة المتضررين من الكوارث والحروب والنزاعات ومساعدة المجتمعات الفقيرة على بناء مستقبل أفضل لأبنائها من خلال إقامة المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية اشتركوا في القناة